مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ايام بتبعي على خبال من الابداية وما تنسيوش تعملوا لايك الفيديو شاركوا بالقناة ومشتوصلكم مخبار تونس لحظة بلحظة نشر السياسي رياض اجراء التدوينة قال فيها عاجل مبروك كرشيد في حالة فرار وهو الان محل تفتيش بعد صدور منشور في الغرض وصدقال في اتارة تعاون مع الوحدات الامنية قز القبض عليه يمكنكم عند مشاهدته او الحصول على اي معلومات تخص التوجه الى اقرب وحدة امنية لابلاغ عنها قز القبض عليه في منف فساد مالي كبير وتلاعب اموال الشعب وللتذكير فقد ازل قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالقطب القضايا المالي منشور تفتيش في حق وزير سابق لاملاك الدولة وشؤون العقارية وفق ما اوردته اذاعة موزيك ويذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضايا المالي لم يتسنى له استنتاق الوزير السابق لاملاك الدولة مبروك كرشيد بخصوص ملف فساد مالي واداري له علاقة باشرافه على وزارة املاك الدولة وحسب ذات المعطيات فان الجهات الامنية بسدد البحث والتحري عن مكان تواجد الوزير الاسبق مع الهلم وانهم ممنوع من السفر منذ عدة اشهر بناء على قرار قضائي